الاهلي يقدم شوطا رائعا ومثاليا ونموذجيا في كرة القدم الطبيعي ان هذا الشوط ينتهي على الاقل بثلاث اهداف نظيفة للنادي الاهلي ولكن وثامة ابو علي واحسين الشحات اضاع انفراضين مؤكدين والعرضة تصدت لتزديدة من يحيي عطية الله من ضربة سبتة والقائم تصد ايضا لكرة من وثامة ابو علي من ضربة سبتة غير الاستحواز والسيطرة زامريك لم يكن له سوى هدف تسلل كان تسللا واضحا وبعد العودة للفار تم الغاءه ولكن سبحان الله الشوط الاول ينتهي بالتعادل السلبي بدون اهداف ان شاء الله كل الامناء في الشوط التاني ان النتيجة تتحسن طبقا لعرض النادي الاهلي